الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء الـ 20 من فبراير تطورات همة في الخطوط الأمامية ضربات روسية في الخطوط الخلفية وتفاصيل عسكرية تعرض لأول مرة على قناة اليوتيوب لن تجدوها على أي تلفزيون لن تجدوها على أي موقع إخباري العنوين البرقة لهم والمحتوى المفيد والشيق موجود هنا في هذا المكان في القناة الحرب الثالثة تابعوا معي الفيديو حتى النهاية رجاء شاركوا الفيديو ولا تنسوا الانضمام إلى القناة سنبدأ مباشرة من اقتحام القوات الروسية في الصباح لبلدة بوبيدا استطاعت القوات الروسية اقتحامها والسيطر عليها كنت سبق وذكرت ذلك تقدمت القوات الروسية بشكل إضافي باتجاه وسط البلدة سيطرت على هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون مساحة تمتد على امتداد 511 متر بعمق 120 مترا تبكت للقوات الروسية 500 مترين حتى الوصول إلى آخر منزل في القرية هنا لذلك العميات العسكرية مستمرة قصف عنيف وضعت فيديو على قناة التليجرام أتمنى أن تنضموا إلى قناة التليجرام أيضا قصف الروسي لبوبيدا معاركي الأعنف في هذه المنطقة يحتمي الجنود الأوكران في الأقبية والقوات الروسية تواصل عمليات الاقتحام من عدة اتجاهات في محاولة لفرض السيطرة الكاملة عليها ذكرت لكم أن بوبيدا تقع على طريق هام طريق رئيسي لخطوط الإمداد الأوكرانية لذلك سأحدثكم عن الخطوة التالية التي قامت بها القوات الروسية على طول هذا الطريق الرئيسي الذي يربط بين مارينكا وأوغلدار قامت القوات الروسية بعمليات هجومية إضافية استطاعت من خلالها التقدم في كامل هذه المساحة كما تشاهدون استطاعت التقدم بعمق 2.6 كيلومترات بهذا الاتجاه وعلى امتداد 1.9 كيلومترات سيطرت على هذه المنطقة وأيضا هنا تقدمت بعمق يمكن الكول 2.7 كيلومترات وبعرض 1.14 كيلومتر القوات الروسية سيطرت على كامل هذه المساحة كما تشاهدون باتت أقرب إلى طريق الإمداد الأوكرانية التي تربط كافة هذه الجبهات ببعضها البعض المعركة ليست محصورة فقط بأفديفكا هذه هنا أفديفكا كما تشاهدون والمعارك تجري في كامل هذه المناطق القوات الروسية تواصل العمل على كامل هذا الامتداد إذن القوات الروسية قريبة من خط الإمداد هنا 5.8 كيلومترات قريبة هنا 3.97 كيلومتر وقريبة من هنا 4.82 كيلومتر ولكن كانت المفاجأة الإضافية أيضا هو الهجوم الذي شنته القوات الروسية انطلاقا من هذه القرية قامت القوات الروسية منذ مدة طويلة جدا بعمليات هجومية بهذا الاتجاه سيطرت على هذه المنطقة هنا تقدم بعمق 1.28 كيلومترا وبعرض في القمة 1.15 كيلومتر ما الهدف من هذا التقدم؟ كما قلت لكم القوات الروسية تضغط على كامل خط الإمداد الأوكراني هنا الموجود باللون الأصفر تحاول الضغط بشكل كبير لذلك ربما هذا التقدم هنا نربطه بالتقدم الصباحي الذي حصل قامت القوات الروسية بالأمس بالتقدم والسيطرة على هذه المنطقة في كرب نوفو دونتسك لذلك يبدو أن الروس يستعدون لعملية تشبه النحو التالي تقدم انطلاقا من هذه المنطقة تقدم من هنا وأيضا ضغط من هذه الاتجاهات جميعها على طول هذه المنطقة لربما تحاول الخطوط الإمداد الأوكرانية لذلك أحباي دوما تابعوا كافة الفيديوهات تابعوا كافة الفيديوهات حتى النهاية رجاءا كي لا تفوتوا أي معلومة إضافة إلى ذلك قامت القوات الروسية بعملات عسكرية باتجاه الأستوكشيني استطاعت السيطرة في صباح اليوم مع ساعات الصباح على كامل هذه المنطقة الاشتباكات عنيفة جدا القوات الأوكرانية تحاول مقاومة القوات الروسية كان هناك العديد من الغام في هذه المنطقة تضررت مركبات القوات الروسية جراء ذلك ولكن العملية العسكرية الروسية مستمرة الحجد الروسي مستمر في اتجاه جفيرنيت تحاول القوات الروسية الاستعداد لمهاجمة هذه المنطقة إضافة لذلك انتهت عمليات التطهير في أفديفكا إزالة الألغام وطبعا القضاء على الفلول الأوكرانية المتبقية في أفديفكا لذلك بات يمكن القول أن الروس مستعدين للنقطة الثانية ذكرت لكم سابقا أن أمام الروس عدة نقاط أولها تطهير المدينة بشكل كامل إزالة الألغام والنقطة الثانية العمل بالاتجاه الغربي تجاه هذه المناطق ونقاط إضافية تتمثل بكامل هذا المحور بدأت القوات الروسية بحسم العديد من النقاط وطبعا بدأت مرحلة لربما التقدم باتجاه كامل هذا المحور إضافة إلى ما يحصل في هذه المناطق لذلك عمليات تقدم كبيرة البعض يراها بالأمطار ولكن كما أشرت لكم في وقت سابق لاحظوا عمليات التقدم كيف تكون الضغط الروسي يحاول ضغط كبير على كامل القوات الأوكرانية كي لا تستطيع التقاط أنفاسها بعد أن انقطعت هذه الأنفاس في أفديفكا أحبائي إضافة لذلك العمالات العسكرية الروسية مستمرة في اتجاه محيط مدينة باخموت في اتجاه إيفانيفيسكي تحاول القوات الروسية الضغط على المجموعات الأوكرانية في كامل هذه المنطقة تحاول الضغط باتجاه إيفانيفيسكي والسيطرة عليها إضافة الوصول إلى الضحية الشرقية لشازيفيار في هذه المنطقة لذلك نراكب ما يحصل نتابع ما يحصل وأتمنى من حضرتكم دوما متابعة القناة إضافة لذلك أحبائي القوات الروسية تراجعت في عدد من مواقعها من بيلوريفكا الأمر الإضافي الذي حصل هو أن الأوكران استقدم تعزيزات إلى هذه المنطقة تم استقدام تعزيزات أوكرانية إلى هذه المنطقة تمركزوا في هذه المواقع فبدأت راجمات القوات الروسية استهدافهم كان هذا الأمر ما يشبه المصيضة إضافة لذلك تستمر الأعمال العسكرية في هذا الاتجاه في اتجاه شمال كريمينة في اتجاه تيرني وينبوليفكا أما الأمر اللافت فهو إرسال القوات الأوكرانية لأرتال للدبابات انطلاقا من خاركيف باتجاه منطقة كوبيانسك ما زلت أراكب أين ستنتهي هذه المركبات أين سيتم وضعها في أي من البلدات والقرى حتى ذاك الحين القوات الروسية تقوم بعملات استهداف على طول الحدود الأمر اللافت والأكبر هو استهداف القوات الروسية لمصفات النفط في كريمينشوك كان هناك ضربات بالأمس على مواقع مصفات النفط طبعا ضغط كبير نتيجة استنزاف هذه المصفات نتيجة الضربات الروسية طالت هذه المواقع بالتحديد كما تشاهدون تم استهدافه بثلاثة طائرات هنا طائرتين تم دربتين وهنا طائرة الأمر الإضافي الآخر والذي ينتظره الجميع هي تفاصيل ما يحصل في زابوروجي في زابوروجي سأسرد لكم ما يحصل من تكتيكات عسكرية ومن تشكيلات عسكرية تابعوا رجاء حتى النهاية ستستمتعون بذلك في زابوروجي تحديدا في اتجاه الروبوتيني تتواصل المعارك وكذلك في فيربوفي ولكن القوات الأوكرانية لديها الكثير من القوات رغم أنها استنزفت في أرسلتهم إلى اتجاه أفديفكا أرسلتهم إلى بخمت ولكن تبقى لديها القوات هنا ما هي هذه القوات؟ هذه القوات هي تحديدا يمكن القول الألوية 33 و154 إضافة إلى اللواء 117 يحتوي كل منهم على ثلاثة كتائب إضافة لذلك لدينا اللواء 65 إضافة إلى الفوج الثامن قوات خاصة لدينا أيضا في هذه الأماكن كما تشاهدون عند هذه الخطوط الزرقاء والحمراء هي تحصينات ولكن أقوى التحصينات الأوكرانية الموجودة في هذه المنطقة هي الموجودة هنا اللواء 150 هنا فوج الكوات الخاصة الثامن هنا تتواجد كتبتين الأولى والثالثة من اللواء 118 إضافة إلى فوج 14 مختص بالطائرات بدون طائرات إضافة إلى وحدة أوميغا 3 إضافة إلى كتبتين استطلاع وأخرى مشاهد كما تشاهدون هذه الكتائب موجودة في الوسط بين روبوتيني وفيربوفي أما في الجهة الشرقية باتجاه الفيربوفي تتواجد مجموعات اللواء 117 و82 وكتيبة الأولى من اللواء الدبابات الأول والفوج الخامس عشر إضافة إلى مجموعات في النقار الخلفية ما الذي فعلته القوات الروسية في هذا الاتجاه القوات الروسية سيطرت على التلال كما تشاهدون في هذه المنطقة وبالتالي هي مسيطرة هنا في هذا الاتجاه وهذه التلال وهذه التلة وبالتالي تتحكم بالأوكران الروسية هي من تهاجم حاليا هي من تضغط لذلك تحاول الاستفادة من نقص الاندادات من نقص التواجد الأوكراني هنا لذلك قامت القوات الأوكرانية باستقدام اللواء 154 الذي يتضمن ثلاثة كتاب كان يتم اعداده سابقا قرب من أوديسا وتمن استقدامه إلى هذه الجبعة لذلك ننتظر معركة كبيرة وحاسمة في هذا الاتجاه وننتظر ما الذي سيحصل حتى ذاك الحين سأتابع معكم دوما لا تنسوا الانضمام إلى القناة لا تنسوا دعوة أصدقائكم وشكرا لوقتكم الثمين إلى اللقاء